مراسيم تنفيذية عدة ناقشها لقاء الحكومة وصدق عليها أمس من بينها مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير التجارة لتحديد أسعار الدقيق ومشتقاته في مختلف مراحل التوزيع التعديل قالت الحكومة أنه يدخل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالحفاظ على العملة الصعبة وتقليص الواردات الجزائرية من الحبوب وخاصة من القمح اللين وأكيدة أن الإجراءات المتخذة لضبط الاحتياجات الحقيقة للسوق الوطنية من مادة القمح اللين حددت الاحتياجات الحقيقية بأربعة مليون طن عوضا عن 6.2 مليون طن مستورد سنويا ومعتبره بعض المختصين مفارقة كبرى تنم عن حجم الخلل الموجود في مجال الاستراد الكل يعلم بأن كانت فيه مطاحن كانت تعمل بطريقة أنها كانت تحول الحبوب أو القمح اللي مع وجهته القمح اللي كان يحول إلى بلدان أخرى في عملية تهريب سواء مقننة أو عملية تهريب غير مقننة ولكن أن يبلغ المستوى 25% أن يبلغ هذه الكمية المهربة أكثر من 2 مليون طن هذا أمر فيه مفارقة كبيرة القضاء على الممارسة غير المشروعة في تحويل المواد المدعمة لغير وجهتها وما أكدت عليه الحكومة واقترحت لذلك وضع هيئة وطنية مستقلة لضبط المواد الاستراتيجية لا سيما القمح والحليب فلنعمل على إعادة النظر في آلية الدعم فلنعمل على إعطاء للسعر وظيفته الحقيقية من أجل ضبط عملية البيع وشراء وخلق التوازن في السوق بدل من أن ننتج هيئات أخرى ستزيد من التدخم الإداري وستكلف أكثر في رواتب وموظفين لن يزيد على كاهل المواطن إلا أعباء مع الوقت يظهر أن ظاهرة التضخيم في الجزائر لا تتعلق بالفواطر فقط وإنما تعدت حتى إلى الحاجية الأساسية للمواطن الذي يدفع الفاتورة مرتين